الفراخ المحشية بكل سهولة من غير ما تخافي تتفتح منك أو تفرقع أو تبوز وتبقي خايفة ومرابق ومش لازم تكون فراخ بلدي عشان نعمل فراخ محشية يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف عملنا الفرخة المحشية الجميلة دي ازاي من غير ما نتعب ولا نخاف بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شايفين الحلوة شايفين الجمال مستوية ودايبة من غير بقى ما نقعد نسلق ونخاف ان الفرخة تفرقع مننا وتبوز والحاجات دي ونفضل بقى مهدين النار ومرعبين هنسمي الله كده اول حاجة بقى هنجيب بصلايا حلوة كده متوسطة وهنشوحها في معلقة بقى سامنة زبدة اللي انتوا عايزين وهنجيب بقى فلفل اسود مكعب مرأة شوية جنزبيل شوية بغارات بغارات شوية قرفة وهنضيفهم على الرز وهنديهم تشويحة حلوة الرز ده انا نقعية ودي شوية ملح نعمل حساب ان احنا حطين مكعبية يعني نحط كمان نص معلقة ملح صغيرة كده علشان الرز طبعا مش كتير تمام هناخد قد ايه بقى للرز هناخد مسلا كباية من اللي هي بنشرق فيها الشيء العادي للفرخة على على قد الفرخة كده وننطفه طبعا ونخسله كويس وننقعه شوية قبل ما نشوحه في البصل كده مش هقولك بقى تلات تربع سوى ولكن الكلام ده انا هشوحه على النار لمدة مثلا خمس دقايق مش اكتر او اقل بصي انتي بتشوحي كده وبتديله مثلا فنجان مية لان الفرخة بعد كده بتقعد في الفرن تقريبا ساعة من ساعة لساعة وربع حسب ما تديك اللون شايف شوية المية اللي انا حطتهم دول مش اكتر من كده وخلاص هطفي عليها بقى يعني يا دبك يشربهم كده وهطفي عليهم وهسيبهم بقى لحد ما يبرد والفرخة بتاعت يكون نقعها كويس في محلول النق وغسليها ومخليها زي الفل اهم حاجة ان انت تكون مخليها زي الفل ولازم تكون نضيفة علشان تبقى حلوة ورحيتها حلوة تمام هنجيب بقى الرز بعد ما برت شوية كده وهن طبعا الفرخة لازم بنكون عزلين الجلد عن اللحب علشان نعرف نحشيها بالطريقة دي ونزبطها كده بقى ما نحطش رز كتير نحطه معقول هو طبعا الرز منقوع ومستوي شوية على النور فمش هيزيد معاكل الدرجة اللي يخلي الفرخة تفرقع منك ما تخفيش ونحط بقى جوها وعايزة تقول لك حاجة بقى احلى حاجة اسهل حاجة تعملي فيها يعني الفراخ المحشية ان انت تحطيها في الفرن تمام مش شرط خالص نروح نجيب فراخ بلدي غالية جدا علشان نعمل فراخ محشية لأ الفراخ البيضة العادية بس تجيبيها حلوة كده وتقولي للراجل يعني آآ ما تقطعهاش عشان انا هحشيها تمام الحاجات بقى المفتاحة طبعا لو رجليها طويلة كنت حطتها اكتفتها لكن رجليها قصيرة فهنقفلها بالخلة كده تمام هدخلها بقى حطها في صانية وهحطها في الفرن هتقعد في الفرن معاك لحد ما تديك اللون الدهبي الجميل اللي شفتيه في اول الفيديو كده بتكون بقيت تمام واستود بعد نص ساعة بحط عليها نص كبية مية علشان ما تلزقش في الصانية ولما تشيليها تلاقيها حمرة كده ومش لزقة في الصانية ومش نشفة معاك نص كبية المية في نص السوى يعني بعد ما تقعد نص ساعة كده في الفرن قبل ما تديك اللون ده تكون يحطالها بقى شوية المية نص كبية كده عشان ما تلزقش معاك في الصانية وتبقى ايه نشفة جدا من تحت وبعد ما تطلعيها هتلاقيها بالطريقة دي بصي انا بفتاحها كده علشان تشوف الرز قدي ايه مستوي وتعم محيل طبعا لو عندك الكبد والاونس بتاعتها قطعيها على البصل قبل ما تضيف الرز لكن انا ما عنديش الكبد والاونس بتاعتها علشان دي كانت عندي في الفريزر وكدت عاملة الكبد والاونس بتاعتها بس كده يا رب الفيديو يعجبك يا امر ولو عجبك بقى ما تنسيش تدعمينا باللايك والاشتراك كانت معكم ميرفت من يوميات لدي صلوا بينا عالنبي خانه قب distorted اللعنبي اللعنبي شيء ناد print كشف سهل